اشتركوا في القناة والله الضار في 2015 وسويت لي السلسلة على اساس ابدأ اغطي اللعبة في القناة بشكل متواصل لاني دفعت تقريبا ما يعادل 50 دولار امريكي عشان اخش البيتا وادعم اللعبة من يومها كانت في موقع كيكستارتر عزيزي مشاهدين اللي هو موقع بريطاني لدعم المشاريع الناشئة وحصلت على دعم بما يقارب 2 مليون دولار امريكي عزيزي مشاهدين اللعبة وصلت في مرحلة تطوير متقدمة جدا انما دخلنا في عام 2017 خلصنا تقريبا من عام 2017 6 شهور ولا زالت هذا هذا الخطأ لازم وجود الرقم ما غيروه من 6 صار 7 لا لا زال 6 هذا الشيء الوحيد تحس اللي فاتهم واضح انهم مشاهدين اللعبة عزيزي مشاهدين نزل الاعلان الرسمي لها في مجر استيم الاعلان الرسمي صدمني وصدم الجميع رح تنزل في شهر ثلاثة او اربعة من عام 2018 يعني اهم شينا في عام 2018 السنة هذه انسى كينجدوم كم ديليفرانس تنزل كينجدوم كم ديليفرانس تعتبر منافس قوي للعبة مونت اند بلايد وارباند 2 بانر لورد اللعبة وصلت في مراحل تطوير متقدمة وحتكون طبعا لاعب واحد ما فيها اونلاين هذه اللعبة يعني ما هي عالم مفتوح ولكن زيها زي The Witcher اللهم تتحدث عن عصر الميديفل عصر العصور والوسطى القرون الوسطى راهي لها قصة خاصة مستخدم محرك الكراي انجين انا ما يحب المحرك هذا ابدا في تطوير الالعاب المحرك عزي مشاهدين هو برنامج يستخدموا يطورون من خلاله لالعاب وهم مستخدمين محرك كراي انجين نفس اللي سوى فيه لعبة كرايسس كرايسس 1 و 2 و 3 بيجيبكم الجرافيكس كرايسس لكن في تطوير العاب غير كرايسس احس المحرك ما يبدع كثير وشفت هذي المشكلة في كذا لعبة تحس في تقطيع بالجرافيكس كذا والرندرينج للجرافيكس ما هو عالي انا عندي كرت شاشة GTX 1070 فالرسومات لا تأتي بسرعة مرة واحدة تأخذ لها وقت اللي تأتي فهي بغير لك جهاز مجنون عشان جيبها مرة واحدة عكس مثلا محرك الـ Gears of War مثلا الذي يسمونه انجين انجين روعة عموما لو ترون الفريمات انا قاعد اصور على 60 فريم لكن الفريمات في النعبة كابد على 32 فريم كابد يعني حدها الأقصى 32-32-32 ما هي 60 فريم ما ادني ليش ما ادني ليش لكن انا جهاز يتحمى 60 فريم وقاعد اصور الان من برنامج الشادو بلاي تابعني فيديا على 60 فريم طبعا انا اصور اللعبة من الشادو بلاي والصوت من البرنامج الثاني اللي هو OBS وادمجهم في البرنامج المونتاج خلنا نخلش نيو جيم ونشوف ايش صار من تغيرات وتقدر تقارن تغيرات من المقطع القديم اللي كنتم مصوره وحتشوف الرابط حق السلسلة يطلع لك فوق بعلامة التعجب البيضاء وايضا في نهاية المقطع هذه حركة جديدة موجودة طبعا انه اختار ماضيك كيف كنت هذه الحركة طبعا موجودة بمونت بلايد وحطينا انه انت كيف كنت الان قاعد تبني شخصية فكيف تبغى يكون الباككراوند يعني قصة الشخصية هذا كيف حتكون ماضيك تبغى يكون والله انك رجال بتاع كله او تبغى تكون دبلوماسي او تبغى تكون سكواير سكواير هو الجندي اللي يساعد الفارس يشيل الدرع حق الفارس يزهب الاغراض والامور على الخيل تبع الفارس يشب الضو يساعد الفارس دايما فالسكواير يمشي مع الفارس الدبلوماسي قاتبين تحت انه هو رجال يستخدم اسلوبه الخاص في يعني انه يتعامل مع هذا العالم الصعب والجاكو في أول تريز هذا المثال يقول لك انه المصاري اخوان المصريين يسموه بتاع كله بتاع كله عبارة عن ايش الرجال يتكلم زين تحت كاتبين ولكن الرجال يعني عنده قدرة في المعارك بالسيوف اكثر من الكلام ملسن ملسن حينما يسمونه باللغة المحلية عندنا ملسن ورجال ذي بوجه ودي ويقدر يحارب بنفس الوقت فحنا بالراف جاء كولتريز يعني بناخد شخصية واحد لو تلاحظون الفريمات فوقر تفعد صارت ستين بعد المساعدة من الرجل كاوس و ترمويل رأيت المدينة نحن بطلق و التجاريخ و الماراودة و الماراودة كانت لم تكن من أشياء فلم نرى لانها نرى اللعبة الآن فالفريمات في الصفحة الرئيسية الثانثين ويبدأت التفع فريمات الآن تخرج من اربعين إلى اربعين لا أرى لأنها تلقي و تقوم بعمل كيف يعمل و التعليمات على جرافيكس وعندي كرت شاشة المفروض يشغل أهلها عندي GTX 1070 نفيديا طبعا من تطوير شركة أسوس ثمانية قيقة ثمانية قيقة فالمفروض انه كافي وزيادة لتشغيل هذا اللعب لكن الاحظ فيتك تطيع خفيف شوي والفرامات قاعدة تنزل عن ستين فرايم فلننشوف الآن وشيء قاعدة يصير هنا شف الصور تجتمع بشوي شوي طيب اوكي سير اه هنري اتبع حسنا يا رجل هل هل تقوم بشكل ايضا مع الانفتياجة؟ نعم سير اعتقد اني لديها لذلك انت وجدت شخصين بس حقت الوجه عموما نقوم بسكاب بزر اسكاب ونحاول نشوف اللعبة شوف كيف الفرايمات شوف الفرايمات قاعدة تطيح اوكي ظاهر لعبة جاهة كرايش بعد ثمانية وعشرين فرايم ووقفت اللعبة الآن الآن لعبة ووقفت لا أدري ما فيها الظاهر كرايش فعلا اللعبة كارشة هذه كقدم كمد الفراس بكل بساطة اوكي لماذا تكرش عندي وماذا مشكلتها؟ محدثة اخر تحديث والامور بالسنباتيك نرجع نشغلها مرة ثانية ما رح نيأس ابدا ونشوف اذا يعني خفضنا الجرافكس هل تستمر المشكلة او تنحل ونجعلها من نهاية ونجعلها مديهم طبعا طبيعي لا زاد تحت تطوير ما خلصت اللعبة بقي لها اكثر من ثمانية شهور تطوير وموجودة بستيم لو نشوف اللعبة ونذهب هنا كينغدوم كمد الفرنس موجودة هنا وين 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 طبعا هي اشتغلت بس انا ابواكم تشوفون تاريخ اصدارها متح يكون طيب غريبة ما انا شايف تاريخ اصدار اللعبة يعني شكل ما شايف صفحت هذي او ما شو كينغدوم كينغدوم كمد الفرنس موجودة نخرش على صفحته في براير اللي هو شهر اثنين عزيزي وشادي من 2018 يوم 13 هذي صور من اللعبة عزيزي وشادي يعني الان في تطوير الحالي وحتكون نازلة ان شاء الله في السنة الجديدة كل هذي الصور زي من شايفينها وحط لكم رابط اللعبة في المجر طبعا اتوقع ما فتح البري اووردر الان اللي هو الطلب المسبق وحطينا عنهم كلام اللعبة وتطويرات وشياء في يوم تسع جون وحطين تاريخه ومنزلين التريلر الناس كلهم يمدحون في اللعبة ولكن لا زال في مشاكل طبعا حتكون سنجل بلاير يعني لحالك وطبعا فيه نظام رشيف من تحق الستيم وتدعم بشكل كامل التحكم يده التحكم وهذا شيء يسعدني صراحة لأننا رجال أعشق الألعاب لتدعم يده التحكم عندي يده التحكم من لوجي تيك وعجبتني إذا اسمه F710 صراحة أفضه من يده الاكس بوكس 1 الحساسية والدقة والدرجة أني أبدع في ألعاب زي روكوت ليغ وغيرها تحتاج الحساسية عالية أكثر من أبدع في روكوت ليغ في الاكس بوكس فعموما نخش جوا اللعبة مرة ثانية نحاول نروح للسيتنج مرة ثانية نقول غرافيك سيتنج نزل السيتنج شوي شوي تقوم الآن في حيث بنصاري لا هل سيتين عالا مإعطار في باما بالحظر تقدم التحكم من حظر ما هذا من إنروح شكرا سيطح النظر تخيل لديها افضل جودة تصوير و افضل جودة لعب باك خلاصة الان نقدر نخش جو اللعبة نيو جيم جاكو في ألتريز ونشوف كيف الوضع نسوي سكب للمقدمة ونشوف هل يجي اللاق مرة ثانية او لا طيب دخلنا طبعا انا مدري الفريمات اينها نسوي سكب نشغل الفريمات مرة ثانية معلش عطنا فريمات عداد الفريمات الان حيضر فوق الزاوع اليسار 60 فريم شوف 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 كيف قاعد يطيح مهم عداد الفريمات هذا طبعا موجود هو بالشادو بلاي برضو نطلعه نحاول نطلع الفريمات اوكي لازم واقف تصوير مع نفسه اذا اذا شوف 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 كيف تقطيع طبعا خلنشغل اليد وين اليد فرصة جيدة يشغل اليد نشوف من الان فيه دعم او لا اي فيه دعم اوكي الان قاعد العب من اليد اعزاي مشاهدين فانفاضي اذا لعبت من اليد الزر اللي تحت تغير بدل حرف اكس سيري يقول لي مثلا اضغط مربع او مثلث او شيء عشان تنزل شوف طبعا نزلنا نحاين قاعد العب اليد برضو نفس الشيء طلعلي اعدادات ونصايح الاعدادات على اساس انه اضغط زر بالكيبورد مو مو باليد ما هو متعرف على اليد انا اللعبة متعرف على اليد بس واضح هذا الشيء لا ازاله ما اعدله فانفاضي اذا اللعب بالجير الحق اليد اليد طبعا على الجهاز عزاي مشاهدين هي نفس يدة تشبه يد اكس بوكس وحتى يد اكس بوكس ممكن تشغل على الكمبيوتر بالراحة دعنا ن ينادي الخيل تعال تعال حركة حلوة إذا نضغط الـ X المفروض أنه مربع يد الـ X مسمينه الـ X نطينا الآن نلعب على ثلاثين فرايم المفروض أنه أكثر ثلاثين فرايم طبعا لما نتوقف ترتفع الفرايمات ترتفع أرحب الحقيقة أرحب الحقيقة طبعا ضغطنا السهم فوق عندما نضغط السهم فوق يظهر لك الخريطة نرجع بالـ Back نضغط السهم فوق مرة ثانية يظهر لك الخريطة بالـ Gear الذي ينزل تحت يظهر لك الخريطة والـ Gear يحرك الماوس هذا علامة الأكسل بيضة ترون المايك ينفوذ يطلع لكم صوت اليد فهذه الخريطة تصميمها جبار أهنيهم أبداع في التصميم كأنك في لعبة استراتيجية على الطاولة وضع اللعبة وضع المجسم الذي يمثلك أنت فهذه القرية المحيطة فينا هذه الوضع إلى الآن طبعاً الـ Y ماذا يفعل؟ الـ Legend والمهمات الموجودة يسمونها خريطة الرسم مقياس الرسم مقياس الرسم يسمونها الـ LT والـ RT يتصفح من فوق ويجب لك الشخصية ويجب لك ويجب لك طبعاً صحته قوة تحمله راحته والراحة توقع كيف ترجع الدم فنسبة رجوع الدم 98% المصدر في القرية الآن الأن أتكلم عنه الفود مهارة التحدث 6 المصدر مهارة المصدر 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 قاعدتي اللياقة البدنية قوة تحملك اللياقة القوة قوة الضرب قوة الفتك الكريزما هي التأثير تأثير شخصيتك مؤثرة السرع السبيد إلى الآن هذه أغلب الأشياء موجودة في مونت بليد فيزيباليتي وضوحك رؤيتك هل أنت متخفي ما أنت متخفي إذا كنت تتوقع تلعب تخصص الجاسوس أو شيء كذلك توقع هذا قصده ما أدني والله الزعاج أتوقع هذه قصدهم فيها اليدات يدك ما معك من تحكم كذلك الشخصي لا بدين يلفيها بس بليد يلفيها لماذا لا بدين يلفيها بهذا بدين يلفي بلسهم بدين يلفيه في الكيبورد فسروا لك ذا هذا طبعا الأشياء الممكن يلبسها الرجال هذا عندنا طبعا هنا الهد اللي هو الراس طاجية أسميه أنا اللي اسم هذا لا حد يأخذ عليه حقوق محفوظة وهذا ليس شيء لا يتحكم فيها لا خاصة طبعا هذا يفوظ أن تطورها بناء على نقاط تكسبها من الخبرة في النعبة هذا الهد الراس الصدرية الفنيلة وهذه كلها تعتبر صدرية اللي هي صدرية اللي هي صدرية اللي هي عبارة أربع قطع الراس الصدر المفروض اللي هي الفنيلة الداخلية والفنيلة الخارجية والجكيت والفنيلة الرابعة والمدر الخامسة في الترتيب شيء عجيب وهنا طبعا القفازات الساكس اللي هي الجوارب الجوارب هو الشراب نسميه السعدية هذه مدري مشي هذه مدري مشي هذه الجزمة لها أنواع عندهم تقريبا أربع أنواع من الجزم العيدية القماش والجلدية والصوف وفي نوع ثالثة ورابع طبعا هنا أنا أشياء التي تلبسها في رأسك هذه طبعا صدرية يعني هذه الصدرية اللي فيها هود أوكي اللوف كذا صدرية هذه فيها هود هودي الهودي هذي يسمونه بالإنجليزي هودي اللي هي الطاقية اللي تجي مع الصدرية كي ترفعها كذا فوق ترزلها على رأسك وتعتبر مضمن الصدرية أوكي لكن الراس لا لا شيء ثاني طربوش وسلسة تاج أو اللبس الكامل الحديدي اللي يغطي الراس مع أعلى الجسم اللي هو اللبس حديدي كذي يلبسوه المحاربين ويلبسوه كانوا بعض جهود المسلمين المدرعين طبعا هنا عندنا الأشياء تمسكها في يدك السيوف وهنا الخاتم خواتم هنا لفلك لفلك عشر فبراير هذه مهارات اللاعب مهارات العسكرية القتالية اللي هي المهارات البو اللي هو النبلة الدرع والسيف السورد مهاراتك المهارات العيدية مهارات السكيلز مهارات الألكمي الألكمي في جميع الألعاب الكيمي يعني كيمياعي الخيمياء باللغة العربية يسمونها الخيمياء التي تسمح لك أن تصنع بوشن يسمونها مشروبات لترجع الدم وترجع الاستمناء أو الأشياء هذه يعني تصنع مشروبات وأدوية وأشياء تساعدك داخل اللعبة دفاعك يسمونها فنسنغ فنسنغ مبارزة هورس رايدنغ ركوب الخيل واللوك بيكينغ اللوك بيكينغ هذه خاصية طبعا أنفوض علامة زائد يعني فيها خواص جانبية أو فرعية اللوك بيكينغ اللوك بيكينغ فك الأقفال هذه خاصية طبعا موجودة عند الجواسيس معروفين في كذا لعبة أبرزها من لعبة ورد فوركرافت تخصص ما يسمونه ذاك والله نسيت ورد فكرت مزمان عنها هناك تخصص عندهم عنده خاصية اللوك بيكينغ يفك الأقفال هو مثل الجاسوس كذا يتخبه مدرعيش مثل الأساسا عنده طبعا نوع عامل نوع فك الأقفال فك أقفال الحرامية أو The lock picker ناك لا أعرف ما يبدأ وما تضغط حرف Y يطلع لك مهارات شرح عن هذه المهارة يقول لك Lucky Thief يسمونها مهارة فك الأقفال الحرامي المحترف أو المحظوف حاول أن ترجم عزي مجدين ما عليش يعذروني ترجمت يا أبو كالبس وحاول أن ترجم لكم يقول لك عندك فرصة قليلة أنك تدمر أو تدمر ما تترجم هذه لا عدموها الدرجة فك أقفال أنك تفك قفل بشكل مباشر يعني من أول محاولة تفوز فك الأقفال من أول محاولة طبعا هذه فرصة بسيطة أنك أنت مسمينها لكي يعني محظوف ستكون لو خذت هذه المهارة المهارة الثانية ما معناها ما معناها يبغى لك تحاول كذا مرة بعدين يفك معاك القفل فهذا يساعد أن القفل يفك بسرعة هذا لا يبغى لك كذا مرة تحاول البوفات طبعا البوف اللي لا يعني بوف في كذا لعبة موجودة في كذا لعبة MMO اللي هي أشياء تساعدك داخل اللعب تأخذها رقاقات يسمونها أو أعشاب أو شيء كذا تهيلات أو شيء كذا طبعا هذه اللعبات تتحدث عن عصر واقي وحقيقي ما فيها سيحر ومادر وشو فمادر وش هيكون البوف بالضبط عموما الربوتيشن الربوتيشن اللي هي السمعة عندك شعب واحد تحسن سمعتك معا اللي هم تالنبرغ والساسيستكس اللي هي إحصائيات مدرش قصنا فيها ما فكوها الى الان الإحصائيات العامة الإحصائيات العامة عن شخصيتك قوتك قوتك وكل واحدة شرحين وماذا معناها شرح مفصل يعني سيكون شيء جميل بس لو اللعب تدعم لغة العربية الإنفنتوري اللي هي الشنطة ليس عندك أغراض طبعا نضغط حرف Y لنشيل خاصية تظهر الشرح فطبعا عندنا الأسلحة الدروع الغذاء أدوات خاصة بالمهمات التي تأخذها يسمونها قوست ايتم ممكن تروح عند واحد تأخذ منه مهمة يعطيك مثلا سيف يقولك وصل السيف هذا فالسيف هذا وين يأتي يأتي هنا لأنه خاص بالمهمة لا تستخدمه وفيه أشياء ثانية مثل الفلوس الباندج اللي هي اللفافات حق الأجراح واللوكبك اللي هي الحديدة الصغيرة هذه اللي تفك فيها الأقفال فهذه طبعا مشاكل عاما الأسلحة اللي موجودة عندي طبعا التورتش مصنفين من ضمن الأسلحة التورتش اللي هو الشعلة عزيزي مشاهدين الباسترد سورد سلاح الباسترد طبعا اللي هو اللقيط بالنغة العربية الفصح يسمونه اللقيط فهذا السيف اللقيط من يتابع Game Throne سراع العروش جون سنو هذاك باسترد ومعه باسترد سورد فهنا عندهم سلاح يسمونه سلاح الباسترد طبعا باسترد سورد هو تسمية وليس وصف مثلا هذا اسم اسم السيف اسم السيف الباسترد عادي هو اسم مجرد اسم لقب للسيف نفسه وتعود الشعوب والناس والبشر في الكرة الرضية لانهم يطلقون اسماء على سيفهم فكل سيف له اسم طبعا لنا المشاهير منهم يعني المحاربين المشاهير وللهم دور بارس في التاريخ طبعا عندنا الدروع عزا مشادينا مقسمينها كذا قسم اللي هما تقريبا طالعين عندنا هنا على خمس اقسام اللي هما طبعا اول شيء leather boot اللي هي الجزمة الجلدية ونتم بالكرامة Linen shared اللي هو اللي نتوقع الحرير او القطن كوتن لو كان قاله كوتن لكن هذا Linen اتوقع حرير او سلك وشي كذا تي شيرت عادي يعني في اللينة عاديا brown shoes جزمة بنية white gameson اللي هي جاكيت ابيض و brown hood الهودي البنية طبعا تفاحة فلوس bandage lockpick عندك الخيل horse طبعا مبجي بين بيانات storage اللي هي المخزن equipment اوكي هذا طبعا الخيل وهذه بياناته وش بياناته هل هو عنده شنطة تشوفون فيه شنطة هنا في الخيل شائل عليه شنطة انا لا اذا الخيل ما عليها غير السرج فعليه السرج اللي هما يسمونا بالانجليزي سدل وعليه طبعا بيانات خاصة فيه هذه بيانات الخيل مواصفاته قوة و strength 10 10 من كم ما ادري ولكن هل فيه شيء أعلى من 10 ما ادري او هو 10 من 10 ما ادري visibility اختفاء الخيل طبعا لونه في البرية بني فالبرية عندهم خضار وما خضار فمستحيل يكون خيل لونه أخضر عشان يكون visibility 100 فالبني يعتبر ترى زين في الاختفاء الأسود أتوقع لا والأبيض لا فما ادري والله الأسود طبعا انفوض اختفاء يكون عالي لان لو جاء خيل أسود في الليل ما رح تشوفه طبعا هذه الأشياء اللي ممكن تحطها بالخيل تركبها طبعا عندك اللي هي الحذوة حذوة الخيل والسدن اللي هو السرج واللجام و طبعا الدرع حقه الخيل و يسمونها الكيب اللي هي العباية عباية الخيل بعض الخيول المفرسان يركبون عليه عباية تغطي خلفية الخيل طبعا هذا الفوق مدري وشو هذا مدري وشو سوف نرى الانفو سوف نذهب و نضغط هنا يفوضي و طلعنا بيانات ما ادري وشو والله ولكن هذه كانت نظرة سريعة على القوست اللي هي طبعا لو في اي مهمة عندك عن هذا اي مهمة ما اخذها انت من خليطة تظهر هنا طبعا مهمات لها انواع في مهمة جانبية زي هذه سايد و في مهمات رئيسية للقصة يسمونها المين المهمات الرئيسية هنا طبعا طلع لك كل المهمات و في عندك المهمات اللي انت خلصتها يسمونها و فيه طبعا مهمتين غيرها يفتحونها بعدين اللي هي اكتيفتيز و اشيفمنت اكتيفتيز اللي هي انشطات جانبية تسويها داخل خليطة و اشيفمنت اللي هي انجازات عندك مثلا مهم انجاز يقولك جيب مثلا ثلاثين قتلة اذبح ثلاثين جندي فتروح تضغط على اشيفمنت وتبدأ تسوي هذا المهمة وتشوف البروغريشن حقك اللي هي تتبع المهمة هل انت كم خلصت منه و زي كذا والخليطة طبعا هذه بشكل عام هذه اهم شي في اللعبة اللي هي الخليطة لنضغط حرف Y يعطينا full screen نشوف الخليطة بشكل كامل كبرها نقدر نسوي zoom out بالكورة في الماوس و يورينا بالضبط قد ايش الخليطة كبيرة طبعا احنا ما سوينا مراجع عن kingdom come كان المفروض ننزلها في النقاش الاسبوعي ولكن النقاش الاسبوعي يتوقف حتى يشعر اخر واحتمال غير فكهة السلسلة ولكن الآن ما يهمنا موضوع النقاش الاسبوعي يهمنا اللعبة نفسها ضخمة خليطة ولكن ليس مرة ليس مرة ضخمة هل ستكون اضخم من mount blade ؟ لا ادري لا توقع mount blade عموما اضخم من skyrim و خليطتهم ضخمة جدا 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 اتوقع اكبر من هذه اتوقع اكبر منها مليون مرة بعد مرتين اقل شي تعتبر خريطة كبيرة انا طبعا هم اضطين المكان الذي لم تكشفته اضطين عليه غيوم و ذا رسمة الخليطة ولا اروع ولا ابداع ابداع الرسمة طبعا نضع لك النجوم هذه المهمات التي يجب ان تذهب من خليطة وهذا انا موجود هنا اذا نرجع مرة ثانية الى legend اللي هي رموز خليطة يقول لك هذه active quest المهمة الموجودة طبعا active quest اللي هي حرف الكيوم فوض هنا تذهب فالكرافتنج طبعا هنا خاصية ثانية اللي هي كرافتنج ايش السال فاليش علق ذا ماب كرافتنج كرافتنج لسه ما فعلوها عشان كذا ما بدنا نضغط عليها كرافتنج اللي هي صناعة الاسلحة والدروع تدمج تدمج شي مع شي تكسر الاشياء وتدمجها تكسرها وتدمجها في اشياء ما تحتاجها تكسرها بالكرافتنج طبعا المفروض انك عشان تقدر تفاعل خاصية كرافتنج لازم تروح عند مثلا اااا يش سمونا ذا الفرن عند الحداد بالتحديد وتكسر الدروع القديمة واللي ما تحتاجها و تطلع بدالها دروع أقوى هذه هي بشكل عام لعبة كنكدوم كمد الفرنس لعبة ربي جي لعبة ربي جي تشابه تقريبا نفس الشي فنرجع للخيل نضغط زر المسافه ينطق وليس ينطق أقول أين اليد نتعودين على اليد ولا نضغط مثلث نادي هذا السلاحي طبعا هل أقدر أفعل زوم أوت هذا الكلام لا أعلم سهم يمين يساويه سهم تحت سهم تحت سوف نأخذ الشعلة حسنا نضع الشعلة حسنا نضع الشعلة حسنا نرى الشعلة كيف شكلها اخس 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 حسنا نضع حسنا نضع أخسنا نضع ما هو ننجز سهم يسار لا سهم يسار يبدل بالأسلحة حسنا نضع حسنا نضع سهم يمين مرتين يطلع الأسلحة وسهم يسار يدخلها هنا طلع السلاح طلع 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 سهم يسار يطلع السلاح باليسار مضغطة تضغط مرة ثانية يوخر السلاح سهم يمين يطلعهم لاحظة سهم يمين يسار يطلعون كلما بعد حسنا حسنا سهم تحت حسنا ننجز حسنا حسنا مثلث حرف Y متعود على يد بلاي ستيشن ولعب يد تكس بوكس وقاعد على الكمبيوتر يا رجل والله تنوع والأروع طبعا نمشي بالقير طبعا هناك طريقة تمشي بسرعة وماذا ندري يعني تجري بالخيل طبعا نطلع سلاحي وانا على الخيل وانا نطلع سلاحي وانا على الخيل لا ايشان اوكي تنطب الخيل العادي اعرفين كيف اوه اوكي بحرف ال B باليد باليد ليس بالكيبورد اللي هو حرف ال B الأحمر هذا تضغط يسرع بسرعة اوكي 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 wiped اوكي 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 ترجمة نانسي قنقر